السلام عليكم ورحمة الله تعالى وبركاته تلميذ السنة الأولى متوسطة لحتى أولياء تلميذ لهم يشاهدوا فينا معكم أستاذ يسمين وإن شاء الله اليوم رح نشوفوا اختبار الفصل الثاني في مادة التربية المدنية يعني بعد ما حفظنا دروسنا على الفصل الثاني في التربية المدنية يلا هنشوفوا الحفظ التعنى إذا نقدروا نحلوا هذا الاختبار نبدأ بالجزء الأول عليه 12 نقطة الوضعية الأولى 4 نقاط قل يخضح التلميذ داخل المؤسسة التعليمية إلى مجموعة من القواعد والقوانين يلا هنشوفوا أبرز أهمية احترام القانون الداخلي للمؤسسة ووضعه في تحسين النتائج مع أنت رح نعطي أهمية تعلق الاحترام تعلق القانون وكيف يحسن النتائج مفهوم يلا هادو أربع نقاط الوضعية الثانية كذلك أربع نقاط السؤال الأول يقول أذكر هياكل المؤسسة التعليمية وهات مثال عن كل واحدة منها إذن عندي الهياكل المؤسسة التعليمية رح نذكر تنين وكل وحدة منهم نعطي مثال مثال عن كل نوع ننتقل إلى الوضعية الثالثة أو الثانية الثالثة أعلى أربع نقاط يقول يساهم تكافؤ الفرص في نجاح التلاميذ من خلال منحهم لنفس الحقوق والامتيازات أبرز ثلاث مظاهر لتكافؤ الفرص بين التلاميذ إذن يقول لي الفرص تعال نجاح كي يكون تكافؤ مع تقع كيف كيف من خلال وقت شي نجاح التلاميذ عندما نعطي لهم نفس الفرص يعني نفس الحقوق ونفس الامتيازات أعطيني ثلاث مظاهر لهذا التكافؤ والوضعية الإدماجية عليها تمنقات تقول السياق خلال نهاية الفصل الدراسي الأول اشتكى بعض التلاميذ وربطوا نتائجهم الغير مرضية إذن غير المرضية بغياب المساواة بينهم في التقييم مع أن العلامة التقييم كانت غير عادلة فتدخلت وقلت أن تكافؤ عفونا الفرص لا يعني المساواة بين الجميع في النتائج بل هو مرتبط بالاشهاد والاستحقاق فقالوا كيف ذلك مع أن تحبي تفهمهم باللي صحيح تقويم يعني المراقبة المصمرة الأستيدة ما يعطوش عندهم نفس التلاميذ ما عندهمش نفس المراقبة المصمرة كل واحد يدي المراقبة المصمرة تعه بالاشهاد والاستحقاق يعني عندي المشاركة عندي نظافة الكراس التاعي إلى غير ذلك يلا السند الأول من مظاهر تكافؤ الفرص تساوي التلاميذ في الحصول على مقعد دراسي صحيح أنه تكافؤ الفرص معنى كل تلميذ عنده حق في الدراسة مقعد دراسي معنى الحق في الدراسة السنة الثانية يؤدي تكافؤ الفرص إلى تحقيق العدالة الاجتماعية والمساواة بين تلاميذ الجزائر مفهوم؟ إذن يلا تكافؤ الفرص وليس الفرص اللي يعني نجوزه يلا التعليم ما طلب منها من خلال ما درست وباستعمال السندات حرر فقرة حول مفهوم ومظاهر تكافؤ الفرص معنى أنا كي نعطي للناس قاع نفس الفرصة هل صحيح رايح يكون عندي نفس النتائج يلا نبدأ الحل تحذي الاختبار معنا نبدأ بالوضعية الأولى اللي تقول يخضع التلاميذ داخل المؤسسة تعليمية إلى مجموعة من القواعد والقوانين أبرز أهمية احترام القانون للمؤسسة ووضعه في تحسين نتائج معنى هل صحيح عندما أحترم القانون الداخلي للمؤسسة سوف تتحسين نتائج معنى هيا نقولوا شنو هي الأهمية يلا الأهمية احترام هاد القانون يعني كي أحترم قانون الداخلي للمؤسسة تعليمية ماذا يترتب عن ذلك حفظ الهدوء والنظام داخل المؤسسة فما أنت ما يكونش عندي شوشرة وكم احنا نقوله ومنازعات في المؤسسة راح نحفظ الهدوء تنظيم الأدوار بالمؤسسة وشنو معنى تنظيم الأدوار التلاميذ عندهم الدور التحهم المراقبين كذلك عندهم الدور الأساتدة إلى غير ذلك معنى كل واحد يحترم دوره داخل المؤسسة يوفر الجو الملائم للعمل داخل المؤسسة معنى هذاك الهدوء والنظام سوف يساعد على توفير جو ملائم للطالب يدرس فيه والأستاذ يقدر يدرس فيه وكل إنسان يقدر يدير العمل على أكمل وجه مفهوم؟ إذن يلا هذه بالنسبة قلنا السؤال الأول نروح للوضعية الثانية اللي تقول أذكر هياك المؤسسة التعليمية وهات مثال عن كل واحدة منها إذن عندي هياك المؤسسة التعليمية تنين عندي هياك المادية وهي هياك البشرية وش معتها هياك المؤسسة التعليمية معتها ماذا أجد في المؤسسة التعليمية معتها ماذا أجد في المدرسة إذن أجد هياك المادية معنتها الأقسام الملعب الطاولات إلى غري ذلك وبشرية معتها هذه ماديا وبشرية عندي أساتدة مدير تلاميذ المراقبين الحارس إلى غري ذلك مفهوم؟ إذن قلنا عندنا نوعان من الهياك التعليمية يلا نروح للوضعية الثالثة قال ليساهم تكافؤ الفرص في نجاح التلاميذ من خلال منحهم لنفس الحقوق والامتيازات معتها أن كل تلميذ خلونا من المستوى المعيشي التعول وش يعمل للأهل التعو إلى غري ذلك يجب أن يكون لكل واحد منهم نفس الحقوق ونفس الامتيازات أبرز ثلاث مظاهر لتكافؤ الفرص يلا نشوفو هذه الثلاث مظاهر تساوي التلاميذ في الخدمات الصحية المدرسية معendre لكل تلميذ عندما يأتي مثلا الطبيب أو مثلا يكون عنده أعراض إلى غري ذلك يجب أن تتساوى جميع الخدمات الصحية معنى كل تلميذ عنده خدمة صحية تقوم بها المؤسسة المدرسية تانيا تساوي تلاميذ في الحصول على مقعد دراسي مع أنت كل تلميذ عنده الحق في التمدرس ولا عنده الحق في الدراسة قلنا بجانب سواء كانت ظروف مادية جيدة أو لا يلا تساوي تلاميذ كذلك في الحصول على الإطعام والكتب إذن كل واحد يعني الإطعام كين بعض المؤسسات التعليمية اللي فيهم إطعام كين لي لا لا لكن اللي يكون فيهم الإطعام لا يجب أن يكون لنفس التلاميذ يعني كل شيء عندك وجبة كل تلميذ ياخذ نفس الوجبة مع أنت ما كاش واحد يمتاز عن الآخر نفس الشيء والكتب لكل تلميذ الحق في الكتب مع أنتها نعطي لجميع التلاميذ مهما كانت المسوايات تتحهم إذن هذه هما التلت مظاهر لتكافؤ الفرص مع أنت وين نقدر ندير مظاهر لتكافؤ الفرص مع أنت وين نقدر ندير الفرص كيف كيف للتلاميذ في الصحة في المقعد الدراسي أولا في الدراسة وقلنا في الإطعام أو الكتب مفهوم أنا نروحول الوضعية الإدماجية وأنا هنا أعطيت لكم في وضعية إدماجية يعني أنتم تحبوا مثلا تزيدوا ولا تنقصوا هذا كما حبيتوا يلا قل من مظاهر تكافؤ الفرص تساوي تلاميذ في الحصول على مقعد دراسي إذن قلنا كل تلميذ عنده الحق في الحصول على مقعد دراسي يعني في التمدرس يؤدي تكافؤ الفرص إلى تحقيق العدالة الاجتماعية والمساوات بين تلاميذ الجزائر مع أنت أنا كيكون عندي نفس الفرص لجميع التلاميذ هذا يحقق العدالة الاجتماعية وشو مع أنت العدالة؟ مع أنت يقول لي كل إنسان عنده يعرف بلي ما وش محقور مفهوم المساوات بين تلاميذ الجزائر من خلال مدرس وباستعمال السندات حرر فقرة حول مفهوم ومظاهر تكافؤ الفرص التعليم من حقوق المواطن التي نص عليها الدستور ويمارسه التلاميذ في المؤسسات التعليمية وتتبين نتائجهم حسب اجتهادهم فيها فما هي مظاهر تكافؤ الفرص في المؤسسات التعليمية تسعى الدولة لتحقيق مبدأ التكافؤ على أرض الواقع عن طريق توفير النقل المدرسي الإطعام الكتب المدرسية الوسائل التجهيزات والحفاظ على صحتهم كما تدعم ولا تدعو إلى دعم التلاميذ المشتهدين ولا تدعم التلاميذ المشتهدين يلا لذا على التلاميذ بدورهم المشاركة في ذلك بإحضار أدواتهم الدراسية المطالعة إنجاز واجباتهم احترام الأساتدة لتتحسن نتائجهم الدراسية في الأخير نستنتج أن النجاح هو حصيلة مجهودات تتكرر باستمرار واستعداد التلميذ إلى بدلها مع أنتها لهنا في الأخير وش نستنتج؟ باللي كما قالنا لهنا التقييم صحيح أنه مش يقع التلاميذ عندهم نفس التقييم إذن هذا راجع إلى ماذا؟ حصيلة المجهودات التي يقوم بها التلميذ لأنه لماذا؟ تكافؤ الفرص كل واحد عنده نفس تكافؤ الفرص مع ذا كل تلميذ داخل مؤسسة تعليمية عنده نفس الفرص لكن واحد يحب يجتهد واحد لا واحد يحب ينجز واجباته كل واحد كيفاه إذن هكذا يجب أن يجد المصحح وضعيتكم الإذماجية إذن عندي سطرين مقدمة وقلنا دوما المقدمة تعي باشت خلاص بسؤال ثم عندي العرض اللي نتحدث فيه عن موضوع تكافؤ الفرص بين التلاميذ ثم في الخاتمة نعطي استنتاج نفهم إذن قلنا هذا بالنسبة لاختبار الفصل الثاني في مادة التربية المدنية للسنة أولى متوسط إذا عندكم أي سؤال لا استفسر خلوا في التعليقات وجيبوا عليه في أقرب وقت ممكن وكي العادة بالتوفيق إن شاء الله